في صوت الرجيو باش تسمع مليح مليح شنو موجود اليوم في صحفنا التونسية توتسويت في الغوفي دو بخيس غوفي دو بخيس اي رين في الغوفي دو بخيس باش بش نبدأوا اليوم 44 صفحة من جريدة الشروق في عددها صادر اليوم لـ 59 عجان في 2020 14 وميدة الأولى 1441 اول مرة رأتيكم بتقق التاريخ ومعرش علش تفجعت ورغم لي احنا يزمنا نعرفه تاريخ الهجري والعدد متع الشروق اليوم رقم 10 397 هذه النسخة عدد 10 05 10 10 10 دونك في اللايون بانسوغ حكيت على الحكومة سيناريوهات الممكنة في جلسة منح ثيقة لنهارة الجمعة تحالفات تدفع الى تمريرها وتكتولات تخطط الى استقاطها اكبر العناوين هي سيناريوهات الممكنة في جلسة منح الحكومة هل تكون حكومة الجملة حكومة اقتصاد حرب والمحاصة الحزبية وما ادراك ما المحاصة الحزبية اللي تمتد الى مفاصل الدولة مش نعتيكم قبل احكيت شوية للمناصب العليا المعنية بالمحاصة الحزبية هي منصب ولي معتمد المدير العام للمؤسسات والمنشآت العمومية المديرون العامون بالهيكل الادارية المختلفة مديرون جهويون للوزارات المختلفة سفراء وقناصل وكتاب العامون للبلديات بعض المناصب الأممية او الاقليمية او الدولية دونك الاحزاب اللي بشامنا حثيقة عندها تباركالاليستا بش تختار منها للمناصب اللي حاشتها بيها هو ضغط اذيه في المحاصة الحزبية راو مش يتعرض له الاحزاب فقط حتى النهضة النهضة حتى المعانت حزب المكلف حتى جماعاتها تمطالبينها باش انهم ياخذوا بايها محاطة هما لغير ذلك وفهمت عليت البارحة صوات انه اذا باش يقعدوا معانت يفرضوا علينا ومعانت يساوموا فينا في مسألة يصوتوا ولما يصوتوش الحكومة ننتحملوا مسؤوليتنا احنا كحزب ونقدموا يكيبا كاملة معانت بالوزارة بالوليت وكذا مدامنا حزب حاكم وكنا اخذينا معانت المصادقة اخذينا ما اخذيناش عملنا اللي علينا في وصل حديث هدية نحكيه على سوفيان صليتي منصب وزير الداخلية لاثار برشا ردود افعال اللي مثلي فتت من الامنيين وإلا حتى للملاحظين والمتابعين للشأن السياسي في تونس اليوم شكري حمادة اللي هو ناطق رسمي باسم النقابة القوات الامن الداخلي يقول لن نسمح بتعيين سوفيان صليتي على رأس الداخلية ومستعدون للتصعيد يحكيهوني على شبهات تهم الراجل هدية وقال انه معانتها مليكان ناطق رسمي باسم نياب العمومية منذ فترة ولي نوردين البحيري ووزارة العادل والجميع يعرف جيدا انتمائه الى ذلك وهو شخصية غير مستقلة تم ترشيحها لتولي وزارة الداخلية لهدف ضرب المؤسسة الامنية في مخاطط انطلق مع القاضي سابق فرحات الراجحي اللي يعتبر من أسوأ وزارة الداخلية وتسبب في حال إدارة أمن الدولة وقام بضرب 45 قيادة وإطار أمني من خيرة ما أنجبت الوزارة هذا كلام شكري حمادة ناطق رسمي باسم نقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تعليقه على ترشيح سوفيان صليتي لمنصب وزير الداخلي خاصة وزارة سيادية سيادية كيف نهاكا رأي ما هيش وقت طوام تعتجدوا بيت فيها هي والدفاع والعادل زادة بش نحكي زادة على رئيس جمعية القوضات اللي يحكي للشروق في شروق القضاء صفحة عدد 11 على وزير العادل المقترح يجب أن يفند الشبهات المتعلقة به وإلا فإنه حتى جمعية القوضات لن تقبل بالمرشح لوزارة العادل من غير ما يمعون تهم يوضح الرائم تيو هو دايور اليوم مريم بين البارح واليوم بين صرف المحديث على أن الحبيب الجملي شنو قال قال عديوا الحكومة عديوا أمنحوا الثيقة للحكومة وين نوعدكم أنه بعد ما تمنحوا الثيقة للحكومة بش نعمل فيها تعديلات معناها بأي معنويات ساعة الوزراء اللي أنت حاطتهم بش يدخلوا يخدموا وقت اللي هو يعرف لوحو ما يعرفش اسكو بش يكمل ولا مهوش بش يكمل وشنو معنيها أمنح ثيقة للحكومة وين بعد مبدل مش معنويات للوزراء فقط معنويات للشعب انت كي تشوف وزير معانت رئيس حكومة دخل لك كل حاجة ما عندوش برنامش ما تعرش على هالحكومة هذي يجيش نو بش تعم وبعد قول برا ميسالش استقرار البلاد وكاذه خلي تتعدى تمشي المجلس بعد معانت بالضغط قبل ما تدخل تصوت عليه يقول لك ليه رأس معني هذوكم رهو بش ناحية منهم جماعة بعد ما تصوتو لها سيكواساتي شنو هذي به الداخلية كانت نشرت البرح وأكدت ما نشرته الشروق في الشروق القضائي بخصوص الأسلحة المهربة من تركيا والأسلحة اللي تلقاته كل دونك في مونيب عزيزي تحكي على الموضوع هذي بتفاصيل وفي شروق القضائي صفحة 11 سينو بشمشي بيكم لشأن الجيهوي في المهدية محاولة انتحار لتلميذ كشفت خيوط إيقاف تسعة تلمدة في قضية مخدرات واختصاب تلاحظو مع أعمارهم بين 13 إلى 14 سنة وستة شبين أعمارهم بين 13 و19 سنة من أجل تهمة المسك بنيت الاتجار واستهلك مادة مخدرة مع مواقعة أنثى دون رضاها وتوثيقها الواقع هذه تعود إلى الأسبوع الفارد وين أقدمت فتاة تبلغ من العمر 14 سنة على محاولة الانتحار شنقا في المهدية وبتحاري معها معناتها وبعد ما تم إسعافها وكل حاول دوافع فعلتها قالت أنه وقع تغرير بها وبعض تلاحظو الأخرين بمدينة سيدي علوين من وليت المهدية بدفحها إلى استهلاك المخدرات وكشف تعرضها لعملية اختصاب وقع توثيق تفاصيلها بصوت وصورة مما أدى إلى تعاكر حالتها الصحية وحاولت الانتحار قبل أن يتم إنقاذها من قبل عائلتها تقدم الأبحاث في الموضوع هذا يتم الكشف على بقية تلاحظو المتورطين معها وتبين أنهم من بينهم مدمنين على المخدرات في حين اكتفى الباقي بعملية الترويج نعاود أعمار اللاتليم ذاهدوما أعمارهم بين 13 و19 سنة تحدث الفرقة المختصة بالبحث في جراء ملعنف ضد المرأة والطفل بموسط الأبحاث في القضية مع إحالة الموقفين على أنظار القضاء نعا أنت في شيء يوجع القلب ما تكتسمع حاجات كيف نعاك شيء يوجع القلب الكل هم ضحايا باللي يغتصبوا باللي يتعطوا المخدرات بالطفلة بكل هم ضحايا وإحنا ما زلنا نتعاركوا ونعملوا حكومة ما ما نعملوش مشيت صغارنا مشيت بلاد ضعت صغارنا معاش هملوا صغارنا هملوا مع أنت نقطة ورجع الستار به الشروق الوطنية الغابة واختاج متاع اليوم على صفحة 28 يحكي على الكوتشينج هل هو موضة جديدة علاج أم تحييل رأي المواطنين تحييل هلش تحييل حسب الصحيفة حسب الصحيفة رأي المواطنين هو شنو رأي أسألوهم شنو رأيكم في انتشار تنمية البشرية في بلدنا أربع مستجوبين من صنف الرجال نحكيهوني على عمادة الرقيق حبيب تريعة محمد براشد ومحمد سندي واحد قال ابتزاز مسرحية بدائل ومساكنات وفي وسط الغاب واختاج نحكيه زيدا على أنه ما يقوم بأغلب المدربين هو زرع للوهم وليس للأمل لأنه وقت يتصطدم الشخص اللي يشارك في الدورات بأنه حياته ما تتغيرش كما فسروا له في دورات هدية فأنه بش يشعر بالأحباط أكبر بسبب التحايل يتعرض له لأنه دورات هدية تنظم بمقابل مادي محترم اللي حب يعرف تفاصيل سألوش بسيكولوج هو هذي عميد الرقيقة ستان سوسيولوج معناتها بسيكولوج مرة سمعت واحد سألته أنا في السألته معانتا على الموضوع ذي الراجل القريبي يندب معانتا يحكي بوجيعة والله يحكي بوجيعة قال معانتا نقرأ أنا ستة سنين وسبعة سنين ويعلم بي ربي شا عندي كذا بعد يجي واحد معانتا منعرش عليه شنو اختصاص وكذا ولي هو معانتا يعمل في التنمية البشرية ويعمل في حلو النفسية وكذا في تونس فما 300 ألف ينشطوا في مجال التنمية البشرية وهو ما يفرض التسائل عن آليات المراقبة هذو ما 300 ألف شخص سيكون قاعدين وشعب مريض وراول يوم تناجم تحل تقرأ كتب تسمع كتب تسمع محاضرات قاعدين يعملوا فيهم وكها وحكرا سيكون قوم ولي مختص ناشط في المجتمع المدني والناشطين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وانستغرام لهم لنجم يكونوا أطبائي نفسنيين لمختصين في علم الاجتماع لصحفين رأوا كل حاجات هذوما الكل عندهم ناس قرأوهم بش يتخصوا فيهم الباقي تقول لي مغروم تقول لي عندي قدرة على تواصل مع العبادة بش نفرهد الناس شوية معاك ولكن رأوا لكل مقام المقال واضح بش نختم معاك لهنا ريم في الجريدة المغرب بش نهزكم للفريب اليوم ارتفعت أسعاره بنسبة 60% في تسعة سنين من 2010 حتى 2019 نحكيو على الفريب والبوليميك الكبيرة اللي عملها الفريب المدى الأخرانية هل ما زال مالاذ الفئة الهشة والمتواضعة وإلا لي حسب الرئيس الغرفة النقبية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة سي صحبي المعلومي في تصريح لي لجريدة المغرب اليوم يقول انو ارتفاع أسعار ملابس المستعملة معناها جاء جملة بعد جملة من العوامل اللي صارت واللي خليت التكاليف متاع الفريب ومتاع اليد العامل اللي تخدم في الفريب انها ترتفع بنسبة 60% في تسعة سنين حاجات اللي خليت الفريب يغلى هو دخول الدول في تقاليد استيراد الملابس الجهزة المستعملة زادة كيف كيف يقول التنفسية بين الأسواق الموردة ونلقاها زادة تزيحم الطلب بين الناس على الملابس المستعملة هذية الفريب وفما حتى انه الدول الأخرى معناه نحكي على الجزائيل نحكي على دول أخرى اللي وليت تستعمل فيها تجارة هذية تجارة الفريب دونك شي اللي خلى أسواق الفريب تغلى وتزيد تخلق نوع متنفسية الكبيرة معها ومع البخيتة بوختي ومع الاستيراد ومقرادفة القانون زادة هما تول جمعة الفريب كي قالوا لهم رو ما عاش باش تفرزو رو باش تولي مع انت تاخذ البالة كما هي وما تفرزش اي وتغشو على خاطر الفرزين هو اللي تطلع الأسواء انت كي تاخذ انت بالا فاهم راول وفاهم راول ومخلطة لغردين وما تفرزش سوم يقعدوا بيدو ناجم يوصل للمواطن مثلا عند X و Y تسوم معاين تناجم معانت تلقى الظهر في سوم معاين لكن تبدأ تفرزو انت في المعمل من اللوة مريول انت ما يخذو بالكيلو معانت قداش بشوزهم 30 جرام 30 جرام ما تكلف 50 فرنك منبأ على خطر كيلو فريب يخذوهما ب500 فرنك معانت الكيلو يتحسبلهم المريول الذيك تفرزين معاش فما تفرز تغشو بيد نسبة للمغرب القضائي وهذا اللي شنخت بيه اليوم فما جريمة إصدار السك والسك الشيكات هذية التي تخلي برشا ناس تكون بوجودة في الحبس بسبب جريمة إصدار سك دون رصيد عدد المساجين تجاوز لـ 40 ألف اليوم نلقى ندوة حاول نعيكس العقوبة السلبة هذية للحرية في قضايا السكوك دون رصيد على الدورة الاقتصادية فما برشا ناس يقول لك الشيكات في البلدان المتقدمة لعبة تتخلص بهم الفلوس أحنا الشيكات يدخلوا الحبس معانت خاصة في القضايا المالية بتاع الشيكات ولغا تلك ما معانتها تحط واحد مثلا واحد متهرب جيباء ولا واحد مثلا يقول سرق سرق برشا فلوس مليارات تمشي تحط الحبس عندك ما تربح معانتها كانت تمشي ونمشي وفي عقوب معانتها عقوبات متاع يرجع فلوس يعمل استثمار في البلاد حاجة كذلك نربحه خير واذا بش نختم اليوم بالتصوير الولانية اللي قيناها اليوم في الجريدة ريم تصوير الكل نعلقنا عليها تصوير اللي موجودة في صفحة الولانية من جريدة المغرب يوسف الشهد نبي للقر راشد لغنوش قاعدين يدزوا في الحبيب الجملي نحو الأمام وهو اللي قاعد يجبت يروح والتالي وبينصر نلقوا سي قيسس عايز يتفرج عليهم البعيد نجمل لكلكم تشوفوا التصوير تاخذوا لجريدة المغرب وإلى تلقوا هاتو تسويت هنا في الكاميرا هذا معانا اليوم في الغو فيديو بخيس كنفهم خبر طريف سنو بش نمشي للموزيكا ودي عمرات قمر الزمين بعد شوية بشيزنا سيحافظ في كاخت بوستر رحلة جديدة على النش مفهم